اللي عم نشوف من بعد الأزمة اللي صارت الهزات والزلازل كان بسوريا أو تركيا وكان فيه إلا ارتدادات كمان بلبنان المواطنين اليوم عايشين بحالة هلا اليوم حضرتك كأخصائي بعلم النفس كيف ممكن تشرحي لنا أو توصفيلنا شو اللي عم بيمر في المواطنين بهيد الأيام لكن الرد الفعلي النفسية بهيك حالة كارثة طبيعية تختلف حسب كل واحد قداء متضرر شخصيا من الكارثة سوالعالم اللي تحت الردم هلأ ما بيبين عليهم أبدا عوارض نفسية هلأ بالهم بعدهم تحت تأثير الصدمة بالهم كيف بدهم يعيشوا كيف بدهم يوصوا لملجأ كيف بدهم يأمنوا حالهم كيف بدهم يطلعوا من هالكارثة العالم اللي أبعد شوي اللي ما تأثرت شخصيا وماديا ومعناويا بها بتبين عليهم أسرع بكتير العوارض النفسية ورعوارض النفسية بتختلف من شخص لشخص ما في حدا حي يختبرها مثل التاني في عالم حتحس بهلأ حيضلون خايفين إلا عن هيدا الهلأ التحديدة من أن نحكي عم نشوف أنه على السوشال ميديا في كتير عالم عم بتقول أنه ما عم يغمضلون جفن من وقت ما صار موضوع لهالذات ودايما عندهم خوف وبيحسوا أنه إذا نيموا معقولي ما يوعوا لأنه رح يموتوا من وراء زلزال جديد وطبيعي يحسوا بهالشي وبيضلون يحسوا بهالشي ممكن تتفاوت الفترات من جمعة لجمعتين حتى لشهر ممكن تضل معهم بس الفكرة هي أنه لازم ينتبهوا أنه جهازهم العصبة هو المتضرر بعضهم بحالة خوف شديدة سو كلما فيهم يجربوا يرخوا حالهم يجربوا يوعوا واللي هي أهم شيء وأكتر شيء وسيلة بسيطة هي أنه ننتبه على أفكارنا لأنه بس يكون جهازنا العصبة حالقد بخوف أفكارنا بتكون تتبعوا بتصير كل الأساس الكارثية بتجي على راسنا بنصير نفكر أنه بننموت باللحظة أنه راحت علينا وكلما نخاف أكتر كلما بجسمنا نحس بالخوف بيصير في قلق ببطل فينا ننام بيصير في كوابيس بيصير في خوف من أنه نظهر في عالم حتى بتنعزل في عالم ممكن يتغير تصرفاتها ممكن حتى تحس أنه بطل بدا تطلع بطل يهم الحياة ممكن تتغير حتى نظرتها على الحياة كليا أنه الحياة بشعل حياة في المساوي أنه ربنا ضدنا وكلما تسوق هالأفكار كلما نصدقها أكتر كلما نغرق بهذا الخوف أكتر فكلما نقدر نفرق أنه هيده بس أفكارنا المشكلة قطعت مظبوط أنه ممكن تتكرر بس إذا بدنا نظرنا نفكر بالموضوع بدنا نصدق أفكارنا بدنا نغرق بالخوف بعد أكتر كلما نقدر ننفسر عن أفكارنا نتفرج عليها أكتر كلما نقدر نحافظ على هدوء ونتقل على ربنا أكتر طب إلا اليوم إذا بدك تعطيهم نصائح أو عادات ممكن يعتمدوها قبل فترة النوم أو خلال يوم شو معقول غير موضوع الأفكار وهيك شو معقول يعملوه حتى يحسوا أكتر باسترخي ويشيروا الأفكار السوداء من راسهم حتى لا يقدروا يناموا بقصة الأفكار غير أنو نتفرج على الأفكار لأنو مثلا حا أعطيك مثلا أنت بس تحضر فيلم موفي ويموت البطل ما بتروح بتكبى حالك من السابع وبتنتحر مصبوط وبزيت الشي بنا نعمل أفكارنا مثل كأنو موفي شغال سو بس نبلش نرقبها لأفكارنا بتهون كتير في طريقة تانية فينا نكتب أفكارنا بس نطلع هالأفكار من راسنا ونحطها على ورقة قدامنا بتطلع من راسنا وبطلع نفكر فيها بتهون علينا طريقة تانية تنفس لأنو جهازنا العصبي بس يكون بحال التوتر بيكون مقطوع نفسنا ما منعود عم نتنفس براحة منصير مشنجين منكربجين على بعضنا سو كل ما نتنفس براحة أكتر لكعب بطننا من تحت كل ما نحس باسترخاء أكتر سو قبل النوم كتير مهم التنفس التأمل كتير مهم إذا حاسين أنه هول القصص صعبين شوي علينا فينا نعمل حركة فينا نقوم نحط موسيقى نغير عن التلفزيون والقصص البشعة اللي عم تنحط على التلفزيون ما في أخبار حلوة على التلفزيون هلا صح؟ فينا نحط شي بريحنا أكتر موسيقى من نحبه فيلم عبالنا نحضره قصص حلوة نتحرك نحرك جسمنا نطلع شوي من حالة القلق الدايم لأنه كل ما نكون بعقلنا كل ما نكون بحالة قلق وخوف مستدامة وكل ما نطول هيد الحالة كل ما نحس فيها وتصير أصعب علينا أنه نعم والعوارد تزيد فكل ما نقدر نفوت بجسمنا نحس براحة بجسمنا كل ما تخاف هالعوارد والعوارد الطبيعية يعني حتى على مدى شهر طبيعية طبيعة أن الواحد يحس بخوف لأنه قدام هالكارسة الطبيعية من حسب خوف المجهور أنه نحن هالقد صغار نحن هالقد ضعاف قدام عظمة ربنا صح؟ اللي عم نشوف في بعض الأشخاص عم يلجأوا ليأخذوا مهدئات أو يأخذوا مانيازيوم باسيس أو هود الأمور اليوم أنت حضرتك كاختصاصية بعلمنا فسأل بتنصح أنه يأخذوا لفترة معينة ليأخذوا يتخطوا الأزمة أو لأ لازم يعني يعتمدوا بس الطرق اللي أنت عمتوا لعنا لا أكيد في كتير ردويات بتساعد في عالم كمان عايشة عدويات خصوصي عنا بالشرق الأوسط في عنا نسبة كتير عالية من العالم اللي بتاخد هالدويات هالمهدئة فهلأ بهالفترة العصيبة أكيد مهم أنه يستجيبوا مع الدويات خصوصي إذا هالطرق ما عم تنفعون يعني هالطرق واحدة من الطرق بس الدويات كمان سبيل تاني أنه الواحد يلجأ ليهدئ أعصابه ففي عالم مش قادرة تتحكم ولا بجسمة ولا عندها المرونة تتتعلم هالأساليب كتير مهم أنه تستعمل شي ساعدة تتقدر تتروق تتقدر تتنام ما في مشكلة أبدا بس أكيد ينصح أنه نسأل الحكيم قبل من خلال نظرتك بعلم النفس اليوم عم نشوف كتير بس عم توقع المقساة ومصايب يلا عم تحلكن بلبنان أو غير دول عربية أو أي دولة عم نشوف في فيديوهات مثل استهزاء للموضوع أو أخدوا على منحة آخر اليوم هل هؤد الأشخاص اللي بيعمدوا لهذه الطريقة هل عم بيجربوا أنه يعملوا دفوا الموحة حتى يظهروا من هذه الأزمة أو لا هذه طريقة سيئة جدا عم بيعتمدوها عم بتسيق لغير أشخاص نحن عنا بالمجتمع اللبناني كتير هيدا الموضوع دغري بيطلع نكات يعني شي أنه تخلص الأزمة دغري منبلش النكت وهي ردة فعل ردة فعل طريقة نتجاوب مع هيدا الصدمة الكبيرة هلأ نتبهي ردة فعل كل واحد بيكون عنده ردة فعل مش ضروري هيدا تكون كتير سليمة هالردة فعل أوقات الإنسان بيستعمل المرح وبيستعمل الهيومر تيباعد عن شعوره اللي هو شعور كتير آسي وقتا بيكون بيستعملها بهذه الطريقة بتكون سيئة عليه لأنه كل شي منهرب منه بالآخر بدنا نواجه بس وقتا وقتا بالرغم من أنه حسينا واختبرنا المساوي نقدر نوصل لمرحلة أنه نلطف الموضوع نشوف الشي بطريقة بوزيتف أكتر بتهون اليوم برأيك الأشخاص يلي ما كان نتواجدهم صار الزلزال أو الهزات القوية هؤلاء الأشخاص لازم يخدعوا يستشيروا أخصائي النفسيين للخروج من هذه الأزمة أو لا مش بالضرورة تأثر سلبا عليهم رح يتخطوها بسرعة حلق مش حلق بتبين العوارض عليهم بس بطبيعة الحال مثل ما حلق الأولوية هي حاجاتهم المادية إن كان ملجأ إن كان مأكل إن كان يلاقوا مكان آمن ولازم بطبيعة الحال إنه يصير فيه معالجة وطنية للموضوع يعني العالم اللي تعرضت لهالأزمة لازم أكيد تشوف أخصائية طي يقدروا يكونوا سليمين بطريقة إيجابية واليوم ما كلمتك الأخيرة للأشخاص يلي عايشين نعم بتمروا بحالة صودوية مثلنا بيقولوا مع تحطين الموت صار بوجهن شو بتقالي لهم؟ بلهم إنه يلجعوا لأخصائي لأنه إزهال عوارض كانت كتير قاسية عليهم كتير مهم إنه يشوفوا مساعدة لأنه الحق الأوقات بيلعب دور كتير سيء بتدمير صحتنا النفسية وكلما نلجأ لأخصائي كلما نساعد حالنا بطريقة بطريقة أهيان وبالما نوصل لمطارح كتير أكستريم شكرا لأليك